موجز لأهم الأنباء من القدس.com رمالله فلسطين أهلا بكم مصرع عشرة مواطنين وإصابة آخرين في حدث السير مفجع على طريق تور كرم مقتل أكثر من ثلاثين شخصا في سوريا بالاشتباكات الدائرة بين الجيشين الحر والنظامي وتواصل القصف في مناطق متفرقة بالبلاد مقتل سبعة مسلحين في اشتباكات بين الجيش المصري ومتشاددين إسلاميين في سيناء رواتب الموظفين في الصراف الآلي بعد ظهر اليوم قوات الاحتلال تصادر مواشف الأغوار وتفرد غرامات على أصحابها إرجاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا الذي كان مقررا عقده في جدة مساء اليوم مدمرة أمريكية تصطدم بناقلة نفط قرب مضيق هرمز إلى هنا نهاية الموجز أترككم مع النشر الرياضية والزميل محمد العدم إلى اللقاء أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من موقع القدس دوت كوم تختتم اليوم منافسات دورة الإلعاب الأولمبية في لندن باحتفال يشارك فيه مجموعة من الفنانين البريطانيين ويسلم العالم الأولمبي إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي ستستضيف دورة الإلعاب الأولمبية المقبلة الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد في صدارة الترتيب العام الميداليات بعد تفوق لعبها في منافسات ألعاب القوة والصين تحتل المركز الثاني والدولة المستضيفة بريطانيا في المركز الثالث المنتخب الجامايكي يحطم الرقم القياسي لسباك التتابع أربع مرات في فئة 200 متر ضمن منافسات ألعاب القوة ويحقق الميدالية الذهبية فيما نال المنتخب الأمريكي الفضية سيدات الولايات المتحدة يحرزن ذهبية سباك التتابع أربع مرات بعد الفوز على المنتخب الروسي الذي نال الفضية والجامايكي صاحبة البرونزية البرازيل تحتفظ بذهبية مسابقة كرة الطائرة للسيدات بفوزها على الولايات المتحدة بثلاثة أشواط لشوط فيما نالت اليابان البرونزية بعد تفوقها على كوريا الجنوبية ألمانيا تحرز ذهبية مسابقة الهوكي للرجال بفوزها على هولندا صاحبة الفضية بهدفين لهدف فيما ذهبت لبرونزية للمنتخب الأسترالي المنتخب المكسيكي يحرز ذهبية مسابقة كرة القدم للرجال بعد تفوقه في المباراة النهائية على المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل هدف أخيرا توزع اليوم خمس عشرة ميدالية في منافسات ألعاب القوى والملاكمة وكرة السلة والدرجات والجنباز والمصهرعة نهاية الموجز الرياضي لمزيدنا الأخبار زوروا موقعنا القدس دوت كوم ترجمة نانسي قنقر